السلام عليكم ازايكو عامليني يا رب الجماعيكم بخير النهاردة ولدنا في الدمج للصف الاول الاعدادي هنكمل مادة الدراسات الاجتماعية هناخد الدرس التاني في الوحدة الاولى في التاريخ الدرس التاني اللي هو عصر بنات الاهرامات الدولة القديمة عصر بنات الاهرامات الدولة القديمة يطلق على عصر الدولة القديمة اللي هو الاسرات من 3 ل 6 عصر بنات الاهرامات نسبة لقصرة ما بناء ملوكها من أهرامات ضخمة يطلق على عصر الدولة القديمة اللي هو من الأسرات من 3 ل 6 عصر بنات الأهرامات نسبة بسبب قصرة بناء الأهرامات من ملوكها أهرامات ضخمة في الفترة دي أشهر ملوك عصر بنات الأهرامات أو أشهر ملوك الدولة القديمة الملك زوسر الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة أول من غير في اسلوب العمارة للمقابر الملكية حيث شيد الهرم المدرق يبقى أول حاجة الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة أول من غير في اسلوب العمارة للمقابر الملكية حيث شيد الهرم المدرق عمل الهرم المدرق تاني حاجة الملك سنيفرو مؤسس الأسرة الرابعة حكم البلاد 24 عاما شيد هرامين في ضهشور أمن حدود مصر الجنوبية والشرقية اهتم باستخراج المعادن من سيناء اعتنى بالتجارة الخارجية فشيد السفن وأرسل اسطول إلى بلاد في نقية لجلب خشب الأرض يبقى الملك سنيفرو مؤسس الأسرة الرابعة يبقى احنا الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة وغير في اسلوب العمارة للمقابر الملكية حيث شيد الهرام المدرك تاني ملك الملك سنيفرو مؤسس الأسرة الرابعة حكم البلاد 24 سنة شيد هرامين في ضهشور أمن حدود مصر الجنوبية والشرقية اهتم باستخراج المعادن من سيناء اعتنى بالتجارة الخارجية فشيد السفن وأرسل اسطول إلى بلاد في نقية لجلب خشب الأرض تالت ملك الملك خوفه الملك خوفه أشهر ملوك الأسرة الرابعة شيد الهرام الأكبر إحدى عجائب الدنيا حيث تميز ببراعة هندسته وضخامة حجمه يبقى الملك خوفه أشهر ملوك الأسرة الرابعة شيد الهرام الأكبر إحدى عجائب الدنيا حيث تميز ببراعة هندسته وضخامة حجمه رابع ملك الملك خفرع الملك خفرع شيد الهرم الأوسط على نفس نمط هرم أبيه خوفه أمر بنحت تمثال أبو الهول الملك خفرع شيد الهرم الأوسط على نفس تصميم هرم أبيه خوفه وأمر بنحت تمثال أبو الهول ده الملك خفرع الملك منقورع شيد الهرم الأصغر مارس الشعب المصري في عهده شعائره الدينية بحرية لم يعهدوها في العهود السابقة الملك منقورع شيد الهرم الأصغر مارس الشعب المصري في عهده شعائر دينية بحرية لم يعهدوها في العهود السابقة الملك أوسار كاف مؤسس الأسرة الخمسة كبير كهنة الآلهة رع بمدينة هوليوبلس تولى حكم مصر وأطلق على نفسه ابن الإله رع اهتم هو وخلفائه بتشييد المسلات الضخمة ومعابد الشمس المكشوفة في أبي صير بجيزة عوامل ضعف وانهيار الدولة القديمة ايهي عوامل ضعف وانهيار الدولة القديمة ضعف هيبة الملوك ازدياد نفوس حكام الأقاليم تفكك وحدة البلاد انهيار سلطة الحكومة المركزية خاصة في أواخر عهد الملك بيبي الثاني أحد ملوك الأسرة ستسة يبقى هنا كده عوامل ضعف وانهيار الدولة القديمة ضعف هيبة الملوك ازدياد نفوس حكام الأقاليم تفكك وحدة البلاد انهيار سلطة الحكومة المركزية خاصة في أواخر عهد الملك بيبي الثاني أحد ملوك الأسرة السادسة عصر الإدمحلال الأول الأسرات من سبعة إلى عشرة ده اسمه عصر الإدمحلال الأول في الأسرات من الأسرة السبعة للأسرة العشرة حالة الضعفة التي تسود الدول في فترات تاريخية نتيجة ضعف الملوك استمرت حالة الضعف طوال الأسرتين الأسرة السبعة والأسرة التمنة حتى ظهرت أسرة قوية قد في إهناسية قامت بترد الغزاء الأسيويين وتأسيس الأسرتين التسعة والعشرة وتميز عهدهم بالإزدهار حتى سقطت الأسرة الأسرة العشرة على يد حكام طيبة وعادة الوحدة الوطنية للبلاد ده عصر بنات الأهرامات اللي هي الدولة القديمة نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد ودرس جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر